يا أيها المؤمن أعلم أن خالقنا توحيده واجب سبحانه وعلى بل هو أول واجب وأعظمه فاحرص على فعله وأخلص العملا لا تجعلن له ند يشاركه فإن ذاك خطير فاحذر الزللا توحيد ربي جمة فضائله فلتغتنمها ولا تبغي بها بدلا تمحى الخطايا به يرفع منزلنا في جنة ويئت من ربنا نزلا به الأمان والاهتداء يوم غد وعاجلا فاطمئن ولا تكن وجلا به النجاة من الخلود في سقر بل من دخول لها إن كان قد كملا به تنال الرضا من ربنا وبه يشفع فيك الذي قد ختم الرسلا فلا تضيع أخي ثماره أبدا واصبر وصابر عليها تبلغ الأمل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما زال الكلام على السحر لأن أمره خطير ولأن شأنه فضيع عظيم وكثير من المسلمين يهونون من شأنه ويقللون من قدره وفضاعته ولهذا يسهل عليهم تعاطيه والوقوع فيه والذهاب إلى أهله وقد سبق معنا في الحصة الماضية والحلقة السابقة ما يدل على أنه من أكبر الكبائر وأنه من الموبقات المهلكات وتوقفنا في الكلام على حديث بن عباس رضي الله تعالى عنهما المبين خطورة السحر وأنه ضرب من الشرك بالله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود بسند صحيح من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد من اقتبس أي من تعلم شعبة أي قطعة شيئا يسيرا من النجوم أي من علم النجوم الذي يخبر به عن المغيبات والأمور المستقبلة فقد اقتبس شعبة من السحر بمعنى أن علم النجوم المذموم هذا الذي ذكرناه وبيناه في الحلقة الماضية من تعلمه فقد اقتبس أي تعلم شعبة أي قطعة من السحر يعد ذلك من السحر أي أن الإخبار بالمغيبات التي تقع في المستقبل والتي وقعت ولم يحضرها المخبر أو التي تقع الآن في الزمن الحالي الحاضر أن ذلك من الشرك وما أكثر أهل هذا الأمر ما أكثر هؤلاء الذين يدعون اليوم في زماننا هذا الإخبار بالمغيبات وبالأمور التي تقع في المستقبل كثير من هؤلاء المشعوذين والسحرة والعرافين والكهنة الذين يأتيهم الناس اليوم يدعون المعرفة والعلم بالأمور المغيبات فيقول الواحد منهم لمن أتاه سيقع لك كذا أو سيأتيك كذا أو سيحصل لك كذا وكذا أو يخبرونه بشيء يوهمونهم بذلك أنهم يعرفون ويعلمون بشيء عام أنك كنت مريضا أو أصابك خير قبل أو حل بك كذا وكذا وفي غالب إخباراتهم المستقبلية يكذبون لا يصيبون الحق وأحيانا قد يوافقون الحق والواقع لأن الله تعالى قدر وقوع ذلك وقضى فيصادف إخبارهم الواقع ليس إلا يحصل ذلك اتفاقا أو من استراق بعض الجن السمع من السماء كما سيأتي بعد بيانه بإذن الله تعالى فالمقصود أن هؤلاء الذين يخبرون بالمغيبات من السحرة يعدون من السحرة لقوله عليه الصلاة والسلام من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر قال صلى الله عليه وسلم زاد ما زاد بمعنى أن هذا الساحرة يزيد من السحر ما زاد من تعلم علم النجوم كل ما زاد من النجوم زاد من السحر إذن معنى كلامه زاد من السحر ما زاد من النجوم أي أن الساحرة كلما ازداد معرفة أحوال الكواكب وما يتعلق بذلك مما يذكرونه من الخرافات والكذب ونحو ذلك من الأمور التي لا حقيقة لها ويبنون ويرتبون عليها أشياء ولا حقيقة لها في الواقع وإنما كل ذلك من باب التلبيس على الناس وإيهامهم وخداعهم والتغرير بهم إذن يقول كلما زاد الإنسان من علم النجوم المذموم هذا يعني كلما زاد في الحقيقة أن نقول كلما زاد من معرفته بطرق الخداع وطرق المكر وطرق الكذب على الناس فإنه يزداد من السحر إذن فالمقصود من هذا الحديث هو بيان أن تعلم السحر وأن تعاطيه يعد من الشرك بالله رب العالمين لأن صاحبه الذي يتعلمه يخبر الناس بالمغيبات وبالأمور المستقبلة وهذه الأمور لا يعلمها إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب لا يعلم الغيبة في السماوات والأرض إلا الله تبارك وتعالى عالم الغيب الله فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول يعلمه الله تبارك وتعالى شيئا من الغيب مما أراد الله رب العالمين وإلا الأصل أنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله تبارك وتعالى فهذا الحديث بيّن لنا خطورة السحر وأنه ضرب من الشرك لأن صاحبه لا يخلو من هذا الأمر وقد حذرتنا الشريعة من الذهاب إلى هؤلاء المشعوذين والسحرة شريعتنا كما حذرت من تعاطي السحر وفعله وطلبه حذرت مما هو أدنى من ذلك وهو الذهاب إلى السحرة فالذهاب إلى السحرة لا يجوز فضلا عن سؤالهم وتصديقهم وطلب النفع جلب النفع أو دفع الضر منهم الذهاب إليهم لا يجوز بمختلف أنواعهم سواء كانوا يسمون سحرة أو يسمون كهنة أو يسمون عرافين أو يسمون مشعوذين أو يسمون صالحين أو غير ذلك أو شرفاء أو غير ذلك من الأسماء التي تختلف باختلاف الأماكن وباختلاف الأزمان تختلف باختلاف العصور وباختلاف الأعراف هنا وهناك وهنالك فالمقصود أنه لا يجوز الذهاب إليهم حذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هؤلاء جميعا لأن هؤلاء جميعا بينهم قاسم مشترك الكهان والعرافون والسحرة بينهم قاسم مشترك وهو أنهم يدعون علم المغيبات يدعون معرفة ما يقع في المستقبل أو ما وقع في الماضي أو غير ذلك من الأمور الغائبة عنهم فهذا قاسم مشترك بينهم وإن اختلفت أدوارهم واختلفت أعمالهم وأفعالهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الذهاب إليهم فضلا عن تصديقهم ولو لم نصدقهم قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة من أتى عرافا أو كاهنا وهما بمعنى واحد العراف أو الكاهن هو المنجم الذي يدعي معرفة الأمور الغيبية الذي يدعي علم الغيب يأتيه الإنسان يسأله ماذا سيحل بي ماذا سيحصل لي هل سأنجح هل سأشفى هل أتزوج هل أعمل فيخبر ويقول سيقع لك كذا أو كذا أو كذا قال صلى الله وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء هذا فقط سأله لم يصدقه إذا أتيت العراف فسألته عن شيء من المغيبات سألته عن أمر أيا كان قال صلى الله وسلم لم تقبل له هذا الذي جاء إلى العراف أو الكاهن لم تقبل له صلاة أربعين ليلة رواه مسلم بمعنى أن صلاته أربعين يوما بعد ما أتى العراف أو الكاهن فسأله فقط وإن لم يصدقه لا تقبل له لا يقبل الله صلاته نعم صلاته تصح إذا صلى نقول صلاتك صحيحة وتبرأ بها الذمة وليست باطلة ولا يلزمك إعادتها لكن لا أجر ولا ثواب فيها هذا معنى عدم قبولها بمعنى أنها مجزئة لكن لا ثواب ولا أجر فيها وإنما هي صلاة تبرأ بها الذمة ويخرج بها العبد من عهدة التكليف هذا إذا سأل ولم يصدق أما إذا جاءه وسأله وصدقه فقد قال عليه الصلاة والسلام فيه كما رواه الأربعة أصحاب السنن الأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءه وسأله وصدقه أخبر العراف من جاءه بأنه سيقع كذا أو يحصل كذا فصدقه صدق هذا الإنسان ما قاله العراف أو الكاهن أو الساحر فقد قال عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنسأل الله العافية بمعنى يعد هذا الأمر قفرا إذا كان هذا حال من أتى إلى العراف أو من سأله وصدقه فكيف يكون حال العراف نفسه كيف يكون حال الكاهن عينه وذاته لا شك أن حاله أخطر وأن أمره أفضع فليحذر المسلمون من الوقوع في هذه الأمور الخطيرة إذن القاسم المشترك بين هؤلاء بين العراف والكاهن والمنجم والرمال وغيرهم أنهم يدعون العلم بالمغيبات واعلموا أيها المسلمون لتحذروا من هؤلاء النصابين المحتالين اعلموا أن كثيرا منهم يستدل بأمور وقرائن يأخذها من السائل ممن جاءه يسأله عن بعض أحوال هل لك أولاد هل لك كذا أم لك كذا أو نحو ذلك فيستنتج ويأخذ بخبرته وتجربته في المكر والخداع والتعامل مع الناس يأخذ من بعض الأمور وبعض المقدمات والقرائن ما يستدل به على ما يريد قوله أو يخبر الإنسان ببعض الأمور العامة التي قد تحل بجميع الناس أو ببعض العبارات المجملة التي يفسرها من بعد كما يريد وكما يشاء فيقول له قد أخبرتك بكذا أو قلت لك كذا وكذا واعلموا أيضا أن ممن يدخل في هؤلاء قسما من الناس طائفة من الناس لا هم سحرة حقا يتعاملون مع الجن ولا هم منجمون يعرفون ما يسمى بعلم النجوم ولا هم كهان يستدلون بأمور على معرفة المغيبات ولا غير ذلك وإنما هم أهل نصب واحتيال هذه حقيقة شأنهم هذا قسم من هؤلاء موجود ومنتشر وشائع هنا وهناك لا يتعامل مع الجن ولا يعرف مقدمات السحر ولا من أين يأتيه وإنما اتخذ هذا الباب حرفة لأخذ دريهمات لأخذ ونيلي نصيب دنيوي زائل فصار يكذب ويحتال على الناس بكلمة هنا وكليمة هناك ليأكل أموال الناس بالباطل هذا قسم موجود بكثرة يجب أيضا على المسلمين الحذر منه إذن فالمقصود من هذا الذي ذكرنا أن هؤلاء الكهان والعرافين وغيرهم لا يحل الذهاب إليهم وأن الذهاب إليهم يخل بحقيقة التوحيد ويخل بإخلاص العبودية لله رب العالمين لا يحقق العبد لله تبارك وتعالى الدين القالص والعبادة الكاملة إذا جاء شيئا من هؤلاء أحدا من هؤلاء الأنواع المذكورين قلت وقد كثروا جدا وانتشروا انتشارا كبيرا في زماننا هذا هنا وهناك وهنالك ما أكثرهم لا كثرهم الله تسأل الله تعالى أن لا يكثرهم هم كثيرون جدا يجب على المسلمين الحذر منهم ويجب على المسلمين أن يعتمدوا بقلوبهم على ربهم وأن يثقوا به سبحانه وتعالى وأن يعلموا أن خالقهم ورازقهم وبارئهم ومصورهم هو النافع الدار وهو الذي يقدر على جلب الخيرات والبركات لهم ودفع جميع الأضرار والشرور وأنواع الأذى عنهم إذا كان لا يقدر على ذلك إلا الله فالجأوا أيها المسلمون لربكم عوض الذهاب لهؤلاء السحرة إذا حدثتك نفسك الأمارة بالسوء بالذهاب إلى ساحر من هؤلاء السحرة فاقمعها واردعها وقهرها وقل لها إني متوكل على الله إني متوجه إلى الله الله حسبي الله كافيني الله تبارك وتعالى هو مدبر أمري والمتصرف في شأني فهو القادر على نفعي ودفعي الضر عني ارفع أيها العبد يديك إلى الله تبارك وتعالى أوقات استجابة الدعاء ارفع يديك إلى الله وقت السحر اسأل الله تعالى وأنت ساجد تضع جبهتك على الأرض وسل الله عز وجل أن يكشف عنك الكرب أن يدفع عنك أنواع الضر سل الله رب العالمين الذي لا تغلق أبوابه سله فقد قال ربنا تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فالله عز وجل أبوابه لا تحجب أمام عبده فارفع يديك وتذلل وانكسر واخضع لربك تبارك وتعالى وقهر نفسك بين يدي ربك تبارك وتعالى واستحضر حقارة نفسك وعظمة ربك جل وعلا تذلل بين يديه وابكي عليه وألح في الدعاء وكرره اليوم وغدا وبعد غد وأكثر منه وأيقن أن الله تبارك وتعالى مجيب دعاءك في الوقت الذي شاء للحكمة التي شاء تبارك وتعالى ولا تذهب لشيء من هؤلاء المذكورين فإنهم لا ينفعوك بشيء اعلم أنهم لا ينفعونك بشيء أبدا وإنما يضرونك يضرونك ولا ينفعونك أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين تمحى الخطايا به يرفع منزلنا في جنة ويئت من ربنا نزلا به الأمان والاهتداء يوم غد وعاجلا فاطمئن ولا تكن وجلا به النجاة من الخلود في سقر بل من دخول لها إن كان قد كملا به تنال الرضا من ربنا وبه يشفع فيك الذي قد ختم الرسلا فلا تضيع أخي ثماره أبدا واصبر وصابر عليها تبلغ الأمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر